التليفون النازل جديد من شركة جوجل يعطيكم خبرة تليفونين، تليفون و تابلت، البيكسل 7 برو و البيكسل تابلت التي نزلته الآن شركة جوجل. من بره، لدينا شيئ كبير يمكننا استعمالها للبيكسل 7 برو، الكاميرات المنحة، كل الشيء منيحة فيه، ومن جوه عندما نفتحه، لدينا عدة خبرة موجودة ضغرية من البيكسل تابلت التي نزلتها الآن. لذلك، البيكسل فو الذي نزلته الآن شركة جوجل لديهم مميزات كثيراً جميلة، والذي أعجبني فيهم هو أنهم لا يحاولون أن يبايعوا عن كل الموديلات لديهم، يقربونهم ببعض و يفوتون الموديلات لديهم حتى يعطيكم خبرة. تليفون لديكم واحد، تابلت لديكم واحد، تابلت لديكم واحد، تليفون لديكم واحد جديد، اسمه جوجل بيكسل فولد. أنا طريق، ستكون معي الهانز آن على هذا التليفون، و أعطيكم خبرة بعد استعمال لمادي أصيلي. يلا، لنبدأ الفيديو، و شكراً جزيلاً على كل الناس الذين من اشتراك. اعملوا لايك و سجلوا على الكنال حتى دائماً دائماً تعرفوا لما ننزلكم فيديو واحد جديدة. نريد أن نتحدث عن هذا التليفون، لأن هذا صراحة أقول له فليفون، ولكن ليس تليفون. هذا فولد. فولد معنات خبرتين بقلب تليفون واحد. و إذا استعملتوا أي تليفون من شركة جوجل من آخر كم سنة، أي تليفون بيكسل من شركة جوجل، ستعرفوا مزبوط مزبوط كيف خبرة له التليفون من الشاشة الإدمانية. تليفون بيكسل، كل الشغلات من شركة جوجل، يسمونها المعالجة لتليفون بيكسل، ولكن هذا التليفون بيكسل. يأما الكاميرا الموجودة بره أو كاميريات موجودة بره. ننتحدث قليلاً عن الكاميريات والخبرة الموجودة في هنا. أولاً يقول لكم أن الحاسوب الذي نستعمل هنا تنسر جي 2. نفس الحاسوب من البيكسل 7 برو و نفس الحاسوب من البيكسل تابلت. البيكسل تابلت ستكون أكبر والبيكسل مثل العادة. الرام يكون لدينا 12 جيجا بايت للرام و تقريباً 256 جيجا بايت للزاكرة. تقريباً ما تكون هناك و لدينا لونان منه. البطارية هنا تقريباً 4800 ميلي أمبير و لدينا 30 واط للتشريج. و لدينا ويرلسة تقريباً، لذلك لا لدينا أشكال، كله مميزات جميلة. الكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل و لدينا اثنين كاميرتين جانبون 10.8 تلفوتو والألترا وايد. الكاميرا الأساسية لفوق 9.5 ميجا بيكسل و تقدر تعطينا 4K 60 فريمز في ساكرة. و الكاميرا اللي موجودة في الداخل، هذا اللي يتغير كثيراً كثيراً. عندما تفتحوا التليفون و نرى التابلت فورمات من الداخل، لدينا مثل ما يسمونها البيزلز، هذا مثل شريط أسود حول الشاشة تقدر تمسكوا التليفون منه من غير تدقر الشاشة و تعمله فالس تتش. الحالية فيها هنا ليس فقط موجودة لديها الكاميرا الجوانية التي تكون 8 ميجا بيكسل. هذه الكاميرا نفس الكاميرا تقريباً التابلت التي نزلوها. و خبرة التليفون، تقلوه للتليفون، تتغير لما تستعملوا بره و من داخل. بره كتليفون عادي، تعملوا الريسنس كل شيء و شكله منيح. يجب أن تفتحوا التغريب مزبوط، تنزلكون ضغري مزبوط، تفتحوا مزبوط. عندما تفتحها إلى الداخل، تصبح مثل التابلت. يجب أن تفتح الريسنس تفتح على اثنائتهم. عندما تسعبوها إلى الداخل، يجب أن تكون الريسنس كل الريسنس والشمال التغريب موجودة هناك. هذه الكثير كثير جميلة. أي محل تنزلوها ستفتحكم من داخل. الريسنس أيضا تتغير. أول آخر تطبيق تفتحينه يفتح كارو كبير في نصف الشاشة. على الشمال، لدينا سطرين كاروين أيضا للريسنس أب قبلهم و يذهبون لدينا على الشمال. وأشياء جميلة لدينا أيضا تطبيقات التطبيقات. كثير جميلة. هذه الأشياء الصغيرة التي يشجعوني فيها لها التابلت و مبسوط منها كثيرا. أيضا تطبيقات التطبيقات الموجودة هناك. المميزات مثل البيكسل والماجيك إرايسر و كل هذه الأشياء موجودة في قلبوا لهذا التليفون. الآن سأعرف أن هذه الأشياء لا يكونوا دائما موجودين في كل البلاد. أيضا إذا أخذتوا التليفون من محل و تنزلتوا على بلد الماجيك إرايسر و لم أعتقدت فيه. لذلك تنتبهوا قليلا إذا تفكروا أن تأخذواه من أمريكا أو بلد آخر. لكن في آخر الموضوع، الخبرة جميلة جميلة. التليفون وزنه منيح، استعماله كثير طبيعي بالنسبة لي. سأستعمل بيكسل تليفونياتهم لزمان. ولكن عندما يستعملهم لا يوجد شيء جديد كثير غريب. لا أعرف أين سأرى موجودة و موجودة و موجودة. أو كل هذه الأشياء تكون موجودة فيه كثير جميلة. نحن نتحدث عن التليفون الجديد من شركة جوجل. اسمه البيكسل فوضل. الكاميرا الأساسية الموجودة على الشاشة البرانية. لدينا عدة خيارات هنا. الكاميرا موجودة للبرا و الكاميرا موجودة للجوة. ومعنا الكاميرا الأساسية نوجودين من خلالها. ur-key 60 ستين هناك. هنا تكون مصرا جميلة عن الصوت والصورة. أ Mega back to you. مستعمل كيفية كاميرا تعمل الداخل لانه تتغير ما يوضع. والكاميرا الأساسية الموجودين. يعطون اكمال 4K 60 مثل ما تردتنا من قبل. من شركة جوجل. أعجبكم هذه. خذنا نقلب الكاميرا موجودة بالداخل. نستعمل الكاميرا الأساسية من خلال الجوة. موجودة بالwarzال لبازل بتعيبال التليفون. تغيرت الخبرة بالتليفون. نحن ننسلش بـ 10ATP. ما لدينا 4K و ما لدينا شيء تاني. سواري على الصوت الموجود هناك. بس على القليلين بتقدر تشوفوا كيف الصورة والخبرة. الكاميرات الموجودة هون هتكون احسن شيء من بره ومن قدام الشاشة الاساسية. بس جواني هتكون منيحة لتعملوا فيديو كول. بس غير هيك مصيحة دائلكن استعملوا الكاميرات الموجودين بره. حلق استعملنا الكاميرات الاساسية الموجودة وراء. الحلاوي فيها هون انه مش بس انه فينا نشوف حالنا. بنستعمل الشاشة البرانية لنقدر نصور حالنا. مش هيك و بس بيطفل الشاشة الاساسية الموجودة هو نقدر حط عصابين عليها. معنايته ثلاثة رباعة الفولزة موجودين هلأ بسوء. لما بناخد الفيديو الشاشة البرانية بتكون دورة. يعني تكون ما فيكم تدقروا الشاشة وتكون تمسكوها بالشيك الغريب. هون يزبطوها مصبوط و بنقدر نستعملها. ان شاء الله سوف نعجبكم الصور. سعيد الفيديو والصوت وصورة منه لذيئ التليفون على كل الكاميرات الموجودين عليه من شركة بيكسي. السوفتور هندرو 13.1. الحلاوي فيه كمان مثل ما قلت لكم. بره خبر التليفون جوه خبر التابلت. هذه هي فصل مزبوط. لكن بسبب ان الشاشة تكون اكبر قليلا. نحن نعرف التليفون من شركة أوبو. هذا التليفون بيعمل نفس الشيء. يفتح التليفون ونرى تغريب التليفون مزبوط. لدينا شاشتين بالنصف. البرانية لديناها بالنصف وعلى اليمين والشمال. التليفونات سامسون. هذه فرقاتنا هنا. اذا بعضنا تذكر أين هو التليفون. هذا هو. التليفون يفتح من هنا. لكن الشاشة تكون نحيفة من أدام. التليفون بيكسل تعمل مثل الأوبو وكبره قليلا. أعلى منه وأوسع منه قليلا. والشاشة تكون كثير منيحة. إذا لم تحتاجين تستعملوا الشاشة الكبيرة. إذا كنت تتفرجوا على فيديو أو شيء. صراحة صراحة تستعملوا الشاشة البرانية. أنا قلت نفس الشيء على التليفون الأوبو فينانتو. لا يوجد أشكال. وليس لديكم أي مشكلة إطلاقة. ستستعملوا. ستكون مستمتعين بكل الشغلات فيها. وبآخر النهار. هذا الفيديو على مدى قصيدة قضيت معه للتليفون. لكن أنا متشجع كثير ومبسوط كثير. هذا يظل يكون تليفون. أول من نوعه موجود من شركة جوجل. تابلت جوجل عملتهم من قبل. هذا ليس شيء جديد. النيكسس كان من زمان ونزلوا بيكسل سي كمان. ونعرف أنه فيه تابلت جوجل تعرف تعملهم. البيكسل فولد هذه الشغلة جديدة. وعشان أنه هي بيكسل بالمستقبل لما ينزلوا تجديدات والأوتي ايز وكل هذه الشغلات. سيجينا مميزات جديدة. بيكسل إكسبرينس فيتراب. هذه هي كثير كثير منيحة. وأنا مبسوط أنه سيكون لديها موجودة هنا. سأخبروني. 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 ما رأيكم فيه لهذا التليفون؟ هل أنتم متشجعون عليه مثل أنا متشجعون فيه؟ وما رأيكم فيه؟ هل هذا التليفون أنتم تفكروا أن تجيبوه من أمريكا أو هكذا؟ أما تحبوا أن تجربوا أحد التليفونات من الشركة الثانية. أنا طارق. شكراً جزيلاً على كل الناس من الاشتراك. سأراكم إن شاء الله مع الفيديو جديد.